هل الزكاء الصناعي العام سيستبدل الأطباء والجراحين، ماذا سيكون مساعد لهم؟ الزكاء الصناعي العام سيكون مساعد لهم و ليس هيستبدل الأطباء والجراحين سيكون مساعد لهم بمثلا أن يتنبأ ب مشاكلحت بشكل عاملية في هذه العملية بالزاد. فنخلي بالنا من حاجة معينة نستعد مثلا بأكياس دم. فيه تحليل معينة مطلوبة انها تتعمل. ممكن يتنبأ بمرض لسه مجاش عند المريض. بس يتنبأ ان بالتحاليل ديت بتدل ان بعد سنتين ممكن يجيله مرض معين. فيبدأ ان هم يعرجوه من قبل ما اعراض المرض تظهر معي. انما لطباء وجراحين مهمين جدا يعني يكفي ان هو يتعامل مع الانسان ويبدأ ان هو يتكلم معيه ويتمنه ويبدأ ان هو ياخد منه المعلومات الضرورية ويسأله. فاثناء العملات الجراحية لازم يكون فيه اشراف. يعني حتى لو فيه روبوت بيبدأ ان هو ييد هنا او يفتح او يعمل يعني حالة الضراحية. لكن برضه لازم يكون فيه اشراف من دكتور ويكون عنده دراية وهو اللي ياخد القرار. يعني لو فيه دكتور روبوت ودكتور انسان فالدكتور انسان هو اللي يقدر ياخد القرار. يعني ممكن الروبوت بيفكر بشكل يعني صعب شوية او يعني حاجات غلة انسانية. وهذا الاساس ان يعني لو حتى بنلعب شطرنج. فانا والروبوت بنتناقش. لكن انا وزكارة صناعة بتناقش. لكن الانسان هو اللي يحرك. لان هو يكون مسئول عنها. تمام لو حصل خطأ او حصل عيب مين اللي تحسب? هتروح للروبوت تحسبه وتروح اقول لا خلاص انا فكي المواصر بتاعته. ولا نحسب المبرمج اللي هو برمجه. فالصحيح ان هو الدكتور هو اللي بياخد القرار والمسئولية عليه. وهو الاول والاخير في قلب اي عملية جراحية. ده في كل حاجة. يعني في كل حاجة. زكاة اللي صناعي هيساعد. بس نتيجة كده ان بدل مع عشرة بيعملوا لعملات جراحية. لا ممكن اتنين. ممكن واحد. مع الوقت يعني عدد يبدأ يقل. فلازم انت يكون الشخص اللي بتقدم وبتطور نفس ع طوال.